موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك المختار وعلى آله الأطهار وعلى صحابته الأبرار ما تعاقب الليل والنهار اللهم يا عفو يا غفار اعتق رقابنا من النار بما في هذه الليالي والأيام من بركات وأسرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم وعلى نبيه أزكى صلاة وتسليم مشاهدي الوطنية الثانية الأحباء ومتبعي برنامج دروب الخير الأعزاء الأوفياء خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع درب جديد من دروب الخير ألا وهو درب الإيتاء إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون هكذا الله سبحانه وتعالى يأمرنا بإيتاء ذي القربى والإحسان إليهم وأن تكون الخير يعني له أولوية لذوي القربى قال الصدق على المسكين صدق وهي على القريب ثنتان الرسول صلى صدقة وصلة فإيتاء الخير وإيتاء المال وحتى يعني من باب الحسنات حتى يعني حتى أمر ما هو شيء واجب حتى البعض عندما في قوله تعالى في الآية بيوحدة الرعبية من سورة الأنعام وآتوا حقه يوم حصاده يعني قال حق بخلاف الزكاة وهو حق القريب والمسكين الذي أحيانا يحضر القسمة حتى في الميراث أو شيء فيعطى دون ليس له نصيب وليس له سهم وليس له يعني حق معلوم ولكن هذا من باب الإيتاء ومن باب الإحسان ومن باب الصلة فالصلة كما تكون بالأمور المادية تكون كذلك بالأمور المعنوية والأمور الرمزية التي وجب أن يعاد إحياؤها خاصة في هذا الشهر كون الإنسان يصل ولكن يصل أيضا من قطعه يصل من وصله نعم ذلك واصل لا ذلك مكافأ ما معنى ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافأ بل الواصل هو إذا قطعت رحمه وصلها يعني الواصل ليس بالمكافأ ما معنى المكافأ؟ يعني جاني نمشيله كلمني إن كلمه عيد علي إن عيد عليه ما هننيش من هننيشه ما عزنيش من عزيشه هذا يعتبر مكافأ ما معنى مكافأ؟ يعني تعادل هذه بتلك واللي خاف ربه سبحانه وتعالى واللي يعرف قيمة الرحم لا يكون مكافأ يكون واصل ما معنى واصل؟ إذا قطعت رحمه وصلها صل من قطعك واعطي من حرمك واعفو عن من ظلمك انتصل الذي يقطعك أنت تبادر وتخطبه وتخرج من هاتفك قائمة من الأرقام لأناس أو أقرباء يعني شغلتهم الدنيا أو نلتمس لهم أعذارا ونحسن الظن حتى تستمر الأرحام وتستمر ولا نكون من الذين أفسدوا في الأرض وهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فهذا يعتبر من باب الإفساد في الأرض قطيعة الرحم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أرحام الممتدة الإسلام لا يؤمن بالأسرة المضيقة يعني زوج وزوجة وأبناء وانتهى الأمر وحتى الأبناء لسن معينة لا هذا نمط يعني ليس هذا مجتمعنا وليست هذه بيئتنا هذا نمط يعني مستورد من ثقافات أخرى ومن بيئات أخرى غريبة عن ديارنا فالأسرة في الإسلام هي ممتدة الرسول صلى الله عليه وسلم قال له من أحق الناس بحسن صحابتي أو بحسن صحبتي قال أمك قال ثم من يا رسول الله قال ثم أمك قال ثم من يا رسول الله قال ثم أباك قال ثم من يا رسول الله قال ثم الأقرب فالأقرب فالأقرب إذن تبدأ الدائرة تتوسع يعني أجعل ثلاث حقوق للأم هناك من قال هذا حق الحمل وحق يعني المخاذ والوضع وحق الرضاع وقال حق للأب في التربية والمولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف والإنفاق وحق الآخر هو للقرابة لأن الدائرة تتوسع ولذلك قال صدق سلمان إن لزورك يعني ضيوفك عندهم عليهم حق ولقرابتك عليك حق يعني تتوسع هذه الدائرة شيئا فشيئا قال الآخر قال يا رسول الله من أصل قال أمك قال رسول الله أمي مت قال هل كان من خالة قال نعم خالتي منزلت حية قال أصلها قال هي بمنزلة الأم في المجتمع الجاهلي كانت أسرة الأم يعني لا يهتمون بها ولا يعبؤون بها ولا يقول لها بالا ولا يعني يعتبرونها ولكن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الخالة بمنزلة الأم وعندما جاء أحدهم وقال له يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون أنا مبادر بالصلة وهم يقطعون وأحلم عليهم ويجهلون علي وأحسي إليهم ويسيئون إلي يا رسول الله قالهم أنا مبادر بالإحسان وهم يبادروا بالإساء الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأ إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل كأنك تسوفهم الرماد الحار في التراب الصحراء يعني كالرماد هناك خبز سموه خبز الملي هذا أو الملالي أو شيء اللي يصنع في التراب والرماد الحار في الصحراء قال لك أنك أنت يتوكل فيه في هذا لأنك أنت غلبت نفسك نفسك تقول لك لا كافئ ورب سبحانه وتعالى يعني يأمرك يقول لك لا تدفع الإساءة بالإساءة لأن إذا دفعت الإساءة بالإساءة سندخل بدائرة إساءة ولن تنتهي الإساءة كما قال يعني المهات مغاندي في مذكرات التجارب مع الحقيقة قال لو كل واحد من رد الإساءة بالإساءة لن تنتهي الإساءة هذا مستل من ديننا إدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم حظ عظيم من الكياسة حظ عظيم من الصبر حظ عظيم من الحلم حظ عظيم من النقاء السريرة وحظ عظيم من إهتاء الأقرباء والاهتمام بهم وصلاتهم لأن الرحم خلقها الله سبحانه وتعالى واشتق لها اسما من اسمه هو الرحمن وخلق الرحم جاي من الرحمة الرحمن والرحم ويعني يقول من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ربي خلقها وسماها باسم من اسمه وهي معلقة بالعرش هي معلقة بالعرش تقول له يا رب أنا بك فلا أقطع الأمانة تقول يا رب أنا بك فلا أخان فربي سبحانه وتعالى يقول الرحم ألا ترضين يسركش كون من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته فالمسألة خطيرة جدا أن الإنسان يقطع أرحمه أو لا يعني يسأل عن أخبارهم أو لا يزورهم ولا يعود مريضهم ولا يتبع جنائزهم ويعني هذا كله أمر خطير وعظيم وليس من دروب الخير بل درب الخير هو صلة الرحم وإتاء ذو القربة فيعني تتبع مثل هذه المسالك تصل الرحم من سره أن ينسأ له في أثره ويعني يزاد له في عمره ويوسع له في رزقه وتناله الخيرات والبركات حل سهل يسأل قال فليصل رحمه ولذلك مهم جدا أن الأقرباء لا يعني يضيق صدرهم بمن عاد ليصلهم أحيان إنسان يستمع إلى موعظة فتؤثر في نفسه إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هناك أناس لا تسمع على الموعظة ولا تؤثر فيها لا تعتبر ولا يقولك أن هذا حوله لا قوته إلا بالله قال رسول السلام أو ما أملك لك ما أملك لك إن نزع الله الرحمة من قلبك يعني قاسي وهذا ناس ولا تقول فيه لكلم هذا يقولك أنا أخي ما نرحمش كيفاش أنا الرحمة لا أنا بابا ما نرحموش هذا الكلم نسمع فيه يوميا وتتبجح بذلك فرحان اللي هو ما يرحمش لا يرحم ولا يرحم لا خير فيه هذا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الرحمة هذه مطلوبة لا يدخل جنة إلا رحيم الرسول السلام قال ما يدخل جنة إلا الرحيم قال له رسول الله كلنا رحيم قال ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكن رحمة عامة تشمل العدو وتشمل الصديق تشمل قريب وتشمل البعيد تشمل إنسان وتشمل الحيوان بل قلت تشمل حتى البيئة فلذلك لابد إذا كان يعني تأثر بهذه الموعظ حديث العرباظ بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع وقلنا يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فبماذا تعهدوا إلينا بما تعهدوا إلينا باش توصينا يا رسول الله فكانت الصحابة ذلك الجيل الأول كان يهتم بهذه الموعظ فأحيانا إنسان هذا الموعظ تحرك فيه شيئا وتحرك في قلبه شيئا فيأخذ سماعة الهاتف كما قال السماعة معاش موجودة الآن يأخذ الهاتف مباشرة سماعة اللهم في خطقاء فيقول له يا أخي أردت أن أتصل بك ونهني أكبر يعني رمضان فيسمع يعني ما لا يسره فهذه من الأمور يعني لأن كثرة العتاب يعني تغر الصدور فتقبله وإلتمس لي أخيك عذرا وأحسن الظن به لعله كان يعني مريض لعله كان منشغل في أمر إلتمس لي أخيك عذرا يعني فإلتمس لي أخيك سبعين عذرا الأصل فإذا كان ما قيتش سبعين عذر قل لعله عذر لا أعلمه ويكون ناجم يكون ما جاكش مسكين الخطر أرى ما عنداش مش يتكلف مش يجيب هدية أو كذا فأرد أن يؤجل هذا الأمر أو يرجعه أحيانا إنسان أحداث وقعت يعني وكذا شخص يعني قريبة أرد منه أن يعني قال وراني يا ما حاجتي بما مبلغ ما لي وكذا قالوا باه إن شاء الله وما عندوش ومشابش باع الهاتف الجوال متاعه والآخر يعني عنده فأختم بهذه يعني قال شهر به قال أن تصل به وما يهزش علي وكذا وهو سيد باع الهاتف وجاب له الثمانة متاعه أحسن الظن بعضهم أتوا أقرباكم بإحسانكم وبصيلة أرحمكم لم يبقى لي إلا أن أسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يا فالق الحب والنواء ويا عالم السر والنجواء أعطي كل واحد مننا من الخير ما طلب وقصد ونواء ربنا أرحمنا إنك بنا رحم في نهاية هذه الكلمة لم يبقى لي إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في رعاية الله وحفظه دمتم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة